بعد خمسة عشر سنة من آخر عمل فني لهم قرر أحد أعضاء الفرقة بعد ما شاف نشرة الأخبار بنص الليل قرر أنه يبعث لأعضاء الفرقة زملائه يحكي لهم أنه إذا ما اجتمعنا هسا يمتها بدنا نجتمع كيفكم؟ خلال الأسبوع الماضي وبالصدفة اكتشفت أنه فرقة System of Adam ونزلوا أغنيتين جداد أغنيتين جدا رائعات وإلهم معنى وقصة لذلك دعني بحلقة اليوم أحكي قليلا عن الفرقة وأحكي عن الأغنيتين اللي نزلوهم الأسبوع الماضي فرقة System of Adam هي فرقة متل أساسها سنة 1994 أربع شباب أمريكيين أرمنيين من أصول من أرمينيا اللي ميز فرقة System of Adam وأعطاها طابعها الخاص اللي يخلها مشهورة بكل العالم هو المزيج الموسيقي الصاخب والغريب اللي يجمع متل مع هارد روك مع موسيقى شرقية أرمينية وشغل الثاني هو كلمات الأغاني الغامضة اللي بتحمل معاني سياسية واجتماعية عن المخدرات والحروب والسياسة وهيك بالإضافة طبعا كمان لصوت سيرج تانكيان اللي رائع جدا جدا الفرقة من سنة 1998 لسنة 2050 ننزل وخمس ألبومات كسرت الدنيا من أشهر الأغاني اللي غنوها مثلا أغنية بوم واغنية بي واي او بي هؤلاء بنتقدوا الحرب الأمريكية على العراق هناك أغنية كمان هولي موتينز اللي بتحكي عن المذبحة الأرمني اللي صارت سنة 1915 أغنية شوبسو هي عن إدمان المخدرات وهي من أشهر أغانيهم على فكرة وكمان انمنعت من البث على الراديو في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر لأنه يعتبروا أنه كلماتها يمكن تثبت المعنويات بهذه الفترة كمان غنية بريزن سونغ اللي بتنتقد نظام السجون الغير عادل في أمريكا المهم بسنة 2006 قرروا أعضاء الفرقة يأخذوا استراحة وينفصلوا بشكل مؤقت كل واحد فيهم يشتغل على مشروع خاص غابوا عن بعض أربع سنوات ورجعوا بعدها بسنة 2010 لكنهم لم يعملوا شيء جديد وإنما كانوا كل فترة يطلعوا يعملوا فقط عرض لايف عضاء الفرقة طبعا بيكونهم أرمن فهم متبنين قضايا أرمينيا لذلك في سنة 2015 وبمناسبة مرور 100 سنة على مذبحة الأرمن قرروا القيام بجولة بتور حول العالم من ضمنها أرمينيا وكانت أول مرة بيعملوا عرض في أرمينيا ومن لما اجتمعوا من سنة 2010 لغاية 2020 لبداية 2020 وعشر سنوات وصحفيين وجمهور بيسألهم حسنا متى رح تعملوا شيء جديد لكن ما كان عندهم أي إيجابة واضحة لكن كان واضح أنه فيه خلافات ما بين أعضاء الفرقة أحد أعضاء الفرقة وهو بأحد اللقاءات حكى أنه عندهم كلمات مكتوبة جاهزة من 12 سنة لكن اللي كانوا مختلفين ومنعين الفرقة أنها تغني هذه الكلمات اللي هم ملاكيان وتانكيان طيب ظلت الأمور على هذا الحال لمدة 15 سنة لغاية ما بدأت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان قبل عدة أشهر فبعد الليالي أوداجيان كان يحضر نشرة الأخبار وكان يرى الدمار والناس اللي تموت بسبب الحرب في أرمينيا فتصل بقول أعضاء الفرقة وحكى لهم أنه إذا ما اجتمعنا ورمينا خلافاتنا خلف ظهورنا إذا بدنا نجتمع وبالفعل قرروا أنهم يسمعوا كلامه واجتمعوا وصاروا فعلا يراجعوا كل الكلمات الكثير اللي كانوا كاتبينها من قبل 10 سنوات يبحثوا عن نص مناسب يغنوه وفعلا لقوا نصين مناسبين وعدلوهم شوية لتناسبوا مع أجواء الحرب اللي بدهم يحكوا عنها وغنوا الأغنيتين ونشروهم بشكل رسمي على قناتهم على اليوتيوب بتاريخ 15-2020 أغنية أغنيتين الهدف منهم هو تسليط الضوء على الحرب بين أرمينيا وبين أذربيجان وجمع تبرعات لمساعدة المتضررين وكتبوا رسالة كمان على قناتهم على اليوتيوب يطلبوا فيها من الجمهور أنهم يقرأوا عن الحرب وعن العدوان الأذربيجاني على أرمينيا الجميل في الأغنيتين الجداد أنهم حافظوا على نفس الثيم وعنفس الموسيقى ونفس الأسلوب الذي جمع ملايين المعجبين لهم حول العالم يعني عندما تسمع واحدة من هؤلاء الأغنيتين الجداد مستحيل تعرفوا أنه وصلهم 15 سنة لم يعملوا مع بعض الأغنية الأولى تتساءل في بدايتها ما سيكون موقفك عندما تنترد من بلدك ومن أرضك؟ هل ستأخذ موقف؟ هل ستدافع عن أرضك؟ أما الأغنية الثانية فهي أغنية سريعة وصاخبة وجميلة تذكرنا بكلاسيكيات و تتحدث عن محاربة ما بين الشرير أو مع الشيطان كيف يحاربون The Devil المهم ليس موضوعنا بحلقة اليوم عن الحرب بين أرمينيا وبين أذربيجان مين معتدي ومين ظالم ومين مظلوم لأن الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان عمرها أكثر من 100 سنة ودخلت فيها كثير دول ومصالح خارجية إذا عجبكم الموضوع اسمعوا أيضا حلقة أغنية زومبي لكرامبيريز التي تتحدث عن النزاعات بين إنجلترا وما بين إيرلندا اخبروا لي ما أكثر غنية تحبوها لفرقة System of a Down وما رأيكم بهذه الأغنيتين الجداد وما تنسوا تابعوني على إنستجرام لكي نرى المحتوى الحصري هناك وما تنسوا تشتركوا بقناة اليوتيوب أو تضغطوا لايك للصفحة إذا كنتوا على الفيسبوك كان معكم أيمن خيري استمتعوا بفرقة System of a Down السلام